مشاركة بسيطة من قبل تأسيس العالم لحياة كل واحد واحدة فينا في بعض الأحيان ما بندركش مقدار الخطة الإلهية أن ربنا استراتيجي للدرجات لأننا كثيرا عشوائيين هلهليين بالصليقة فبنتصور أن ربنا زينا ربنا استراتيجي جدا ربنا مش عشوائي مش بيعمل مش بيتيجي معاه هو بيسبت مقاصد وبيعمل بص على الخلقة بص على من تكوين واحد وعمال بيخلق والنجوم في مكانها والكواكب في مكانها وكل حاجة بترتيب الرب يصنع كل شيء بترتيب فمن قبل تأسيس العالم أنه اختارك ده ما كانش عشوائي ده كان بترتيب وما اختاركش عشان تبقى مؤمن اختارك لقصد إلهي وهذا القصد الإلهي ليه بنسميه قصد نبوي لأنه هو حاجة هتحصل فالنبوه هو أمر سيحصل فكل واحد هنا يقدر يقول أنا في قصد نبوي من الرب على حياتي اخترنا كلنا من قبل تأسيس العالم من أجل مقاصد في قلبه استراتيجية جدا وهذه المقاصد لأنها لسه عمالة بتكتشف وحضرتك وحضرتك عمال بتكتشفها بتكتشفها يوم ورا يوم ورا يوم فإذن القصد ده نبوي إذن هناك جين لو جاز التعبير جين من الرب وضعه داخل روحك الجين تعبير جسدي بس أنا بتكلم بصورة رمزية هناك جين روحي موضوع داخلك بيحمل جينات قصد أفكار مشيئة خطة إلهية من قبل تأسيس العالم في استراتيجية الرب إحنا بنبص تحت رجلينا بمحدودية بحسب مأسنا وبنحاول نجيب ربنا لمأسنا برغم أني ولما بنجيب ربنا المأسنا بنخلق لينا وثا لأن ربنا عمره ما بيبقى على مأسنا أنتوا هنا ولا موجودين فربنا عمره ما بيقى على مأسنا ربنا بيفضل هو الرب إحنا مدعوين نتنقل لي مش مش نصغره لينا مدعوين نتسع لإعلانه مش نحدده في دماغنا مدعوين عشان كده الله روح بنعبوده بإيه بنعبوده بالروح مش كده آخر الأخبار الله روح بنعبوده بالروح ليه بنعبوده بالروح مش بدماغنا بنجدد أزهن تجددوا تجددوا عن شكلهم بتجديد أزهنكم حلو قوي أزهننا تتجدد لكن ما بنعبودوش بأزهننا يعني بقوة قوة ذهنية لكن بنعبوده بأرواحنا ليه بنعبوده بأرواحنا لأنه هو متسع جدا أذهلنا مش هتعرف تستقبل الرب المتسع ده استراتيجيته المتسعة مقصده المتسعة نبوته المتسعة إحنا محدودين جدا والسلطانية دي صغيرة قوي قوي عشان كده لما بنعبوده بالروح الروح بتاع حضرتك وبتاع حضرتك لما بتسلم حياتك للرب الروح المجدد ده عنده إمكانية لاستقبال حاجات أوسع من مقاسك لأن ربنا مش مقاسنا ربنا متسع جدا الرسول بولس قال لكنيسة أفاسوس اللي هي مؤمنين ومش الكنيسة اللي عمل فيها توبيخ لأمور قال لهم كده أنا بصللكم خلي بالك بيصلي المؤمنين مليانين بالروح القدس ومعندهمش مشاكل ظهرة قال لهم أنا بصللكم من أجل روح الحكمة والإعلان في معرفة روح الحكمة والإعلان في إيه في معرفته طب ما إحنا عارفينه إحنا مؤمنين إحنا مليان بروح القدس بس بقولهم أنا بصللكم من أجل روح الحكمة والإعلان في معرفته لأتاري السي سي المآس الساعة الداخلية بتاعة أروحنا هي أوسع تماما من إمكانيات السلطنية دي فبنتعامل معه بالروح لأن الروح عنده الإمكانية أنه يستقبل من الرب مور أكتر باتساع بأعماق أكتر لأنه استراتيجي لأن الروح القدس بيحمل كل أشياء لأن الروح القدس استراتيجي استراتيجي الروح القدس كان بيرف على وجه المياء وقال رب وترتيب من اليوم الأول لليوم الثاني والكواكب والأرض وحضرتك وحضرتك جزء من الصورة دي ده اللي أنا عايزة وصله مش أتكلم على تكوين واحد بكلمة على حضرتك إنما قصدك كان جزء من الاستراتيجية دي إنه حدد بحدود إنك تبقى موجود في المكان ده في 2020 وإنك تعبد وإنك تعرفه وإنه يمشي بيك رحلة لغاية 2020 ده جزء من الخلق أنت كنت موجود في تكوين واحد الحقيقة أنت موجود من قبل تكوين واحد هو اختارك إمتى مش يوم ما سلمت حياتك هو اختارك من قبل في تكوين زيرو عارفين تكوين زيرو قبل تكوين واحد اختارك من قبل تأسيس العالم من قبل خلق الله سماء والأرض في البدء خلق الله سماء والأرض هو اختارك في المسيح يسوع من قبل تأسيس العالم فأنت موجود من القبل موجود جواه موجود في الإبنية سواء المسيح بستراتيجية بترتيب بأصد بأفكار مش عشوائي مش أورجانيزم عارفين أورجانيزم يعني حاجة كده يعني حاجة كائنة موجودة ملهاش أي معنى بتعايشة كده لا ده قصد إلهي حضرتك موجود في الترتيب الإلهي ليه المقدمة دي المقدمة دي عشان النهاردة حعمل معك حلف معك في أربع مشاركات فأنت جاي النهاردة حتسمع كومبو إيه هدف الكمبو ده هدف الكمبو ده هو صورة متكملة للبطل والبطلة يعني اللي رب بيطلعه بيجمع قطع صغيرة ويشبكها في بعض عشان يطلع حاجة متكملة من حضرتك ومن حضرتك للزمن ده عشان قصده يتم فالعمال بحكي عن القصد النبوي وإن كنت مش حكي عن إيه القصد النبوي في حياتك لأن دي قصة نبوية شخصية ليك يعني ممكن حكي في موضوع تاني لكن حكي عن الالتحام التجمع اللي بيحصل للحاجات اللي رب عملها في حياتك عشان يطلع البطل اللي منه يتحقق القصد النبوي ده فيه صورة متكملة بتجمعها بيطلع في حضرتك وفي حضرتك الرجول الله فيه تعبير عمالة بقوله في وسط بحكي فيه مع الخدام كده ده زمن يعني 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 رجال نهضة لو لو إحنا مش بدون استثناء لأي حد موجود هنا تقولي أنا يمكن تاني مرة أحضر الاجتماع أقول لك رجال نهضة يعني يعني رجال نهضة لو الكنيسة مش حتتنقل هويتها إنها تبقى رجال نهضة للعالم الكنيسة فقدت معنى وجودها في الزمن ده لا أنتو النهاردة أنا حطلع تاني بس أنا حنزل لأنكم عاديم تسمعوا أعزا لو فقدنا إن إحنا كل حد سمعني وبعدكم سمعني وأنا بقول إن الزمن اللي جاي شكل الخدمة بتغير وكل حركة في الخدمة حيتغير شكلها كل ترتيبات في الخدمة حيتحرك شكلها من أجل إنه كل حد بيحضر مش من الخدام مش بتلاقوا من المعروفين حتى منش من المعروفين كل حد بيحضر هذا العمل بانتظام حيبقى خادم في الأزمنة لن ينتهي هذه السنة بدون ما يبقى كل حد موجود ريفايفاليست يعني يعني رجل نهضة رجل اللي تعني ذكر رجل ذكر وأنسة لأن بوليس الرسول في كرونسوس قال كونوا رجالا ما كانش بيدعو الستات تغير الوريانتيشن بتاحها كونوا رجالا بمعنى ده حاجة ده طبيعة روحية يعني 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 ده 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 حالة روحية للذكر والأنسة كونوا رجالا وبالتالي رجل للنهضة أو ريفايفاليست ده طبيعة لو الكنيسة فقدت هذا الإدراك للقصد اللي على حياتها فقدت معنى وجودها في الأرض الزمن اللي جاي احنا مدعوين نبقى ريفايفاليست مدعوين نبقى ريفايفاليست كل حد مش اللي بيطلقوا على الاستيج بس مش اللي بيمسكوا مايك بس نو كل حد ودور واحد زي انه يعمل زقاق يساعد كل حد فيكم من أجل إطلاق رجل النهضة فيه أختي تبقى رجل نهضة أخويا أختي صغنطوطة تبقى رجل نهضة ليه لأن القصة ملهاش دعوة بذكرة أو أنسة سن كبير أو سن صغير قصة لها دعوة ببساطة إدراك أن الرب عامل رحلة في حياتك وفي حياتي عشان يطلع مني مش مقاسي يطلع مني مقاسه هو مش حجمي أنا حجمه هو مش أفكاري أنا أفكاره هو مش قوتي أنا ودي أخبار مشجعة مش بري أنا بره هو مش أنا 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 بأفتح إنائي بتكريس عشان لا أعيش أنا بل يعيش هو هذه الحياة المسيحية الحياة المسيحية هو ببساطة يعني سلم حياتك سلم حياتك للرب يعني سلم حياتك للرب ده تعبير يعني يمكن أنا ما بحب بش أقوله بالطريقة دي لأنه في معاني أعمق من كده سلم حياتك لرب بمعنى إن قدي حياتك إدي هاله عشان هو يعيش إدي هاله عشان هو يبقى هو القوة هو يبقى البر هو يبقى النور هو يبقى الروح هو يبقى المسحة هو يبقى الحياة هو يبقى الأفكار هو هو اللي يعيش ولو هو اللي عايش يبقى أنا مش عايش بقوتي ولا بأفكار هو يكون هو دي الكتاب مؤدس أحيال أنا بالمسيح الحيافية لا بالقدرة بقوة بل بروحي قال رب الجنود وله هو اللي عايش في حضرتك النقلة اللي ماسك عجلة القيادة بيعرف يسوء كويس قوي ما بقاش أنا اللي بيقود الاستراتيجية هو خالق المسكونة هو أبو الكل ففجأة بتنقل فجأة كل خلية بتتنقل حياتي ما بقاش بقى أنا بصلي أو مش بصلي نو أنا حياتي كلها السايق في العربية ماشي في الحياة بربي عيالي برايح هشتغل في البنك راجع في البيت في ناس كل مرة أقول البنك في ناس بتنبسط في كذا حال أو أو أخد خلوتي القصة مش كده القصة ببساطة إنه أنا حياتي بقيت أنا الهوية الحقيقة بتاعتي مش إني موظف أو خادم أو الحياة بتاعتي أنا رجل للنهضة رجل للرب فأختي سغنطوطة بتتتاوب وأخويا جنبها بدأ بس الروح الداخلي هو روح الرب عشان كده لا ذكر ولا أنثة فين في المسيح يسوع عارفين هذه أنا لا ذكر ولا أنثة في المسيح يسوع عشان كده لا فارق أن يخلص الرب بالقليل أو بالكثير بالضعيف أو بالقوي بأنثة دبورة أو ببولس رسول ليس فارق في فرق في الوظيفة لكن لا يوجد فرق في الروح الروح القدس الذي يملأ أختي هو الروح القدس الذي يملأ أخويا لذلك هم الاتنين رجالنا أخويا أنتو وششكم بتنكشني أن أنا أغسكم يعني أنا إيماني أن رب استودع استودع الإناث ودائع جاء زمن تطلق في هذا الزمن بطريقة مختلفة عن السابق ومش بالتركيب يعني مش بالعفية كده بنزنق نون 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 في حاجة تطلع تلقائية الانحاب الريفايفلست رجال هم إناث لكن هم رجال نهض أمين أطلع تاني ولا خلي أفضل تحت مجرد كنت عايزكم تدركوا أن أنا مش بوع يعني أنا أنا أربع مشاركات عشان الوقت بس أول مشاركة سفر نحمية نحمية تعرف نحمية أو كي عشان الوقت بس إيه اللي بنحكي فيه اللي بنحكي فيه صورة متكملة من أجل رجل النهضة صورة متكملة الرب عمال كان بيعملها خلال الوقت اللي فات عشان يزنقنا فيها ديزان أكويسة عشان يطلع رجل النهضة من حضرتك ومن حضرتك نحمية أربع حارة أحبة آيات لما سمع سنبلت أننا أخذون في بناء السور غضبة واغتاز كثيرا لما سمع سنبلت أننا أخذون في بناء السور غضبة واغتاز كثيرا هزأ باليهود تكلم أمام إخواته وجيش السامرة قال ماذا يعمل هؤلاء الضعفاء هل يتركونهم هل يسبحون هل يكملون في يوم هل يحيون الحجارة من كوم التراب وهي محرقة كان طبيا العموني بجانبه قال أن ما يبنونه إذا صعدت تعلب فإنه يهدم حجارة حائطهم اسمع يا إلهنا ده أنا حمية في الوسكة ومطلع صلوات سهمية اسمع يا إلهنا قد صرنا احتقارا رد تعييرهم على رؤوسهم جعلهم نهبا في أرض السبي آية 6 بنين السور اتصل كل السور إلى نصفه وكان للشعب قلب في العمل أول نقطة أول مشاركة من أجل رجل النهضة في حضرتك لا تسمح بأي نوع من الشكاية والتقليل للقيمة والدعوة اللي على حياتك أنا مبسوط باللي قاعدين في البيت النهاردة أكتر منكم لأنهم عندهم صلاحية معينة أنهم يكتبوا وأنا أشجعك لو أنت في البيت اكتب الأربع عنوين بس مش هولك تكتب حاجات كتير بس الأربع عنوين دولا أنا إيماني أنهم بيحملوا أربع رسائل مهمة متكملة كل واحدة منهم يكتب أوعظة بس القصة أنا مش هدفي أوعظ وعظة هدف أني أجمع حاجة تتشبك فما يخرش الزيت يعرفين ما يخرش الزيت يعني رب لم يسكو بزيت في الزمن اللي جاي ما تفقدوش لكن تفضل فأول مشاركة من أجل الريفايفاليست جواك أول مشاركة من أجل رجل الله جواكي لا تسمح بأي شيء من إبليس بالمناسبة هو مين بيشتكي عليك هو اسمه المشتكي هو اسمه المشتكي فما فيش خلط في الهوية هوية الشكاية جاية من واحد بس اسمه المشتكي والمشتكي معروف كتاب مؤدس اسمه إبليس لا تسمح للمشتكي أو لزروفك أو للعالم أو لجسدك أن يوصلك رسالة فيها تقليل من قيمة الدعوة والهوية في حياتك سانبلت بسه كان فيه ثلاثة بيهجموا نحمية سانبلت لا أستجمعهم في آية كل واحد منهم بيحمل قوة معينة بيحمل اتجاه معين سانبلت الحروني طبيا العبد العموني جشم العربي دولة ثلاثة الثلاثة دولة كانوا أكثر مقاومين لبناء الصور بس كل واحد منهم بيحمل قوة معينة سانبلت هو القوة الشارع مش عايزة قول قوة السياسية هو القوة الشارع اللي بتفرد عليك لما قوة السياسة تتحد في الكنيسة وتبقى بتفرد عليك محدوديات معينة مش بتكلم عالسياسة عشان كده كنت بقول قوة الشارع قوة الكولتشر قوة المحدودية يعني كامي سيد خليني عشان اوصلك الجواي انه يبقى فيه محدودية لدور حضرتك مثلا في العمل الروحي ده سانبلت انه يبقى فيه محدودية لدور الكنيسة في العمل في الشارع في الملاجئ في الخدمة ده سانبلت القصة ايه القصة انه يبقى فيه حاجة بتفرد تعمل محدودية مش في قلب الرب للكنيسة انها تدور للعالم ده سانبلت الورامين طبيا العبد العموني طبيا ده بيحمل قوة الروحية المتدينة اللي بتعمل محدودية القصة كلها زوال القيمة محدودية ماينفعش تعرفوا حد طول الوقت عمال يستقبل رسالة تقول له ماينفعش او تعرفوا حد طول الوقت بيعود مع اخر والدور الاخر في حياته انه يقول له ماينفعش ماينفعش ده شخص ماينفعش ده اسمه طبيا فيه بني قدمين كده الجملة اللي في بقوهم ماينفعش وعندهم اسباب كتيرة ليه ماينفعش ده طبيا طبيا العبد العموني ده يعني لما انا بلخص لك حاجة كتير بس ده طبيا ده كان من الكهنة وحط بيته حط عمل نفسه غرفة من غرف الكهنة فهو بيحمل بعد روح التدين اللي بيعمل محدودية فسنبلة الحروني ده قصة طبيا العبد العموني ده قصة جشم العربي ده القوة المادية انه الاقتصاد ماينفعش ماينفعش تبن السور جشم العربي ده طلع عربي مع فلوس فجشم العربي ده ده القوة المادية ما تقدرش برضو التلاتة بيوصلوا رسالة هو ايه ماينفعش سنبلة بيقولك ماينفعش لأسباب طبيا بيقولك ماينفعش لأسباب تانية وجشم بيقولك ماينفعش ما تقدرش فبعد احيان بيجوا اتنين منهم فبعد احيان بيجوا التلاتة مع بعض انت كويسين تعالوا نرجع لساحة اربعة مرة تاني لما سمع سنبلة انه اخذون في بناء السور غضب واغتاصة جدا قال ماذا يعمل هؤلاء الضعفاء عدد اتنين تكلم امام اخوته والجيش خلي بالك لانه هو له سلطان في الشارع له سلطان في المجتمع تكلم امام اخوته وقال ماذا يعمل هؤلاء الضعفاء هل يتركونهم هل يسبحون هل يكملون فيه دولا دولا ما يقدروا فيه تقليل للتبعية فيه تقليل لقيمة الدعوة هل يحيون الحجارة من كوم التراب وهي محرقة جاء تحالف معا مين طوبيا جاء طوبيا العموني فين بجنبه بجنبه لعبة لذيذة انا اسف تعبير اللعبة ايام امشي في سفر نحمية وشوف انواع الهجمات وامتة كانوا الثلاثة مع بعض وامتة اثنين مع بعض لان كل واحد منهم بيحمل نوع من انواع الاتاك او الهجوم اللي بيأتي على الحياة البعض طوبيا قال ايه ما يبنونه اذا صعدت تعلب فانه يهدم حجارة حائطهم دعيني اقف هنا لان مش عايز اطول في كل مشاركة منهم اربع مشاركات صغيرين دائما العدو يأتي بتقليل لقيمة دعوتك قيمة حياتك قيمة صلواتك والتوقعاتك للاستجابة لا تسمح لهذا النوع من الكلام ان كان مباشرة من العدو ان كان بسبب ان انت ضعيف ما ينفعش مين قال لك ان ربنا حيستجيب مين قال لك ان اكليك دور مين قال لك ان في قيمة لوجودك قيمة لأيديك المرفوعة تجي تحس كده جوا روحك وانت في البيت انه انا نفسي اسجد وتترمي مش لازم تسجد واضح انه كلكم ملايكة مفكرتوش الفكرة دي قبل كده تبقى جواك روح القدس كده بيخبط عليك كده ما تيجي نسجد مش لازم يعني قوي عارفين مش لازم دي قوي دي مين ده توبيا توبيا طلع جاري مش لازم قوي يعني يعني اللي انت هتبنيه لما تسجد حينجح ده لو طلع كلب عليه يقع ده ما انت عارفنا احنا دفنينه سوا هل ينجحون هل يبنون معقول يكملوا اذا ده اذا صعدت علب فانه يهدم حجارة حائطهم وتأتي الفكرة اللي بتحمل تقليل للقيمة فاكرين ايزابل قالت ايه عن الكرم بتاع نووت الازراعيلي قالت له هاخدوا منك واديك حقل بقول كرم يعني زاتون كرم يعني عنب كرم يعني خمر فقالت له اديني ده وانا هاعطيق حقل فول سوداني بقول اللي بيحصل اللي معاك ده حاجة مليانة عنب والبديل او الرب بيقولك قيمة الحقل بتاعك حقل بقول طول الوقت عدو الخير بيوصل رسائل تقليل قيمة قيمة سجودك قيمة ايدك المرفوعة قيمة ان صوتك يرتفع فقطك بعبادة وتسبيح للرب مش لازم يعتعلي صوتك متبقاش فاناتك طوبية يقولك كده مش لازم ترفع ايدك يعني ليه ترفع ايدك المهمة قلبك في حقيقة المهمة قلبك هذا الكلام مضبوط لأنه طوبية متدينة طوبية من الكهنة فبيقول كلام منظره روحي لكن القصة كلها لا تمشيش الميلة التانية لا تشجد السجودة التانية لا تصدقش للآخر لا تبنيش كل السور بنوا نص الصور فأموا هجموا طوبية وجشم وصنبلت أموا بعثوا هجوم لما سمع صنبلت وطوبية والعرب والعمونيين والأجددين ده آية سبعة أن أسوار أرشليم قد رممت خلي بالك دولة عملوا نص بس غضبوا جدا تآمروا أن يأتوا ويحربوا أرشليم القصة كلها أنه أنت إيه أنت حتبني حاجة بمجد احذر تقليل القيمة لدعوتك لحياتك لدورك في ناس معها ميكروفونات أنا بس بحضر كده في آخر صف احذر تقليل القيمة لتأثير إيديك المرفوعة وإزجودك في هذا الزمن مفيش استثناء من التكليف الإلهي على حياة كل واحد هنا أنثى أو ذكر أنه يبقى رجل النهضة شعره منكوش أو من غير شعر لأنه ليس فارق لأنه ليس فارق أن يخلص الرب بشعر منكوش أو من غير شعر ليس فارق أنا مجرد بلطة في الجو علشان بس تدريك أن أتكلم بجد أن رب ما بيبصش على الإشرة ولا بيبص على أي حاجة هو رب ينظر أنت النهاردة مدرك أن أنا عملت كل حاجة أو وصلتك إلى هذا اليوم ولوقت مثل هذا أنا عايز أريد أن أستخدم جسدك ونفسك وروحك فارفع إيدك وقدم قلبك وكرس حياتك وتشدد جداً وما تخليش إذابل تقولك أن كرمك فول سوداني كرمك بيطلع عنب والعنب ده في ملكوت الرب لو جاز التعبير بلغة العهد القديم كرمك ده عنب ده اسمه كرم كرم يعني عنب مش حقل بقول لكن كرم فلتدع العدو الخير يستهزئ ده لو طلع حاجة صغيرة إيه اللي بقى هل ينجحون؟ أمين؟ مشاركة نمرة اتنين عشان ما أطولش عليكم أفاسوس رسالة أفاسوس أفاسوس إصحاح ثلاثة مشاركة نمرة واحد لا تدع العدو يفقدك القيمة نمرة اتنين أفاسوس ثلاثة آية ستة عشر يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيادوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيادوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القدسين العرض الطول العمق والعلو وتعرفوا محبة المسيح فائقة المعرفة تمتلئ إلى كل من الله نقف هنا لما قلت لك أنه ما تخليش العدو يفقدك القيمة لأن في قيمة مكنوزة جواك دعني أقول تعبير كده طبيعتك الداخلية معتمدة على شخصية الرب ليس على شخصيتك ماذاكم يجنن؟ سنزلكم المشكلة في الرجال النهضة في التاريخ رجال النهضة عمرهم ما كانوا بيفكروا في تاريخهم الماضي في خلفيتهم في تعليمهم في أي حاجة لما تقرأ قصص رجال النهضة كلهم كانوا مدركين حاجة واحدة جملة كلنا عرفينها أن اللي فيهم ناري واللي فيهم أعظم واللي فيهم يسوع وهي دي شخصيتهم أنا نزلت عشان يبقى عيني في عينك إدراك أن شخصيتك الداخلية مش نادر لأن لو أنت تعتمد على هذه البرسوناليتي هذه الشخصية الحقيقة الداخلية الحقيقة التي تعتمد عليها القيمة الحقيقة هي شخصية الرب الثابت ليس شخصيتي أنا الممكن أن تكون ثابتة بوليس رسول يقول لهم أنا أصلي أن تتأيادوا في آية 16 تتأيادوا فين؟ في الإنسان الباطن ده في أعمقنا ده في البرسوناليتي ده في الشخصية بتاعتنا تتأيادوا في الإنسان الباطن بالقوة بالروح القدس ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم هو بيعمل استبدال للحشو هل تعرفون الحشو؟ هل تعرفون الحشو؟ أربعة هنا تعرفون الحشو والباقي لا يعرفوا يعني حشو الحشو بتاعك الحشو بتاعك ليس قطن ليس السفنج الحشو بتاعك المسيح وقوته دعني أستعمل تعبير ليس وعظي شخصية الرب سبتة شخصية الرب نارية شخصية الرب نهضة شخصية الرب بر شخصية الرب القداسة شخصية الرب مفهاش تقلب والرب يقول لك أنا بشيل الحشو بتاعك وعايز أحط حشوي أنا الحشو بتاعي هو اللي يملك تبقى شخصيتك شخصية الرب خليني أعيد الصياغة علشان بس برضو ذهنك يبتدي يستوعب أكتر أنا أعز أقوله لو أنت بتعتمد على صلاحك على برك حتى تاريخك لو نادر بيعتمد على تاريخه الروحي لا لكن لو إدراكك وانت واقف قدام الرب يا رب مفيش أي حاجة باعتمدها على نفسي أنا باعتمد على القيمة الحقيقية اللي سكن فيها اسمها شخص الرب خلي بالك أفاسوس هذا كنيسة قوية بولس الرسول يكلم كنيسة أفاسوس بقولهم أنا بصلي لو بصيت على الآيات اللي قبلها كان بيصلي فهنا بيقولهم أنا آية 16 قبلها عمال بيقول أنا بصلي ليه لكي يعطيكم فده الطلبة أنا بصلي عشان ينسكب فيكم جواكم في الإنسان الباطن هذه النار هذه النهضة هذه الطبيعة هذه الشخصية وهنا القيمة أرجع لأختي وأخويا القيمة الداخلية مش معتمدة على الإشرة الخارجية ولا على الشخصية أختي رئيئة وأخويا بدأني كبير فأتوقع هنا رجولة وهنا بسكوتة ممكن برّة تبقى منظرها كالإناء الأضعف زي ما بولس قال النساء كالإناء الأضعف لكن لما جاء على الميراث قالوا لأ شركاء في الميراث لما جاء على الدعوة قال الدعوة في الوظيفة الخارجية في الكنيسة حاجة مختلفة لكن القصد تقل المجد النار الروح القدس اللي بتنسكب على أختي ليس جونيور نار جونيور و نار سينيور نار رجالي و نار حريمي نار كده و نار سامباتيك نار سامباتيك مفيش كده للقصة شخصية الرب اللي بتنسكب جواك وجواك هني القيمة هؤلاء اللي بواجدين في السنيناء النهاردة نفس القيمة آ've و الخرمات أو تتأيدوا بالقوة بالروح في الإنسان الباطن يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلين ومتأسسون في المحبة عشان تدركوا إنها ربعية الأبعاد الطول والعمق العرض والعلو وتمتلئوا إلى كل ملء الله لأن كل حتة مليانة محبة الرب مليانة ملء الله ملء الله هو حب الرب مش أنا كنت بتحبه أنا سأب الحبه كل حتة الرب بيعرف يوصل فيها في حياة أختي ويوصلها محبة الحتة دي تمالت بالروح القدس كل حتة فيها الرب مش عارف يوصل لها ويملها بحبه هو الحتة دي مش مليانة بالروح القدس كل حتة في مشاعري مفتوحة إن رب يسكب محبته ليها بتتمالي بالروح القدس كل فكرة بعيدة عن حبه لي دي فكرة مفهاش الروح القدس والقصة ربعية ده طول وعرضه وعمقه علوي يعني أنت بتخش في هذا الأتموسفير هذه الأجواء اللي مليانة نار مليانة محبة مليانة إيمان يقول لك هذه القيمة بتاعتك في زمن مثل هذا العالم بيدور على إيمة ويأتي لبنت الرب ويأتي لابن الرب ويشككك المشاركة أنا مرة واحد في الإيمة فلا تسمح بشكاية القيمة على الدعوة على حياتك واعرف القيمة جاية من فين القيمة مش جاية من نادر يعني من نادر يعني مش قيمة نادر جاية من نادر قيمة نادر جاية من شخصية الله الساكنة فيه تخيل معي لو ده لسان حالك أنا لن أعيش بشخصيتي أنا هعيش معتمد على شخصية الله الساكن فيه تخيل معي لو دي جملة خرجة من قلبك أنت مش هعتمد على شخصيتي هعتمد على شخصية الرب الساكن فيه أخوي نازل بكرة البنك بكرة رايح بكرة شغله أنا مش رايح شغلي معتمد على شخصية أنا معتمد على شخصية الرب الساكن فيه حد هنا رايح عنده مقابلة مع مديره في الشغل، عنده مقابلة مع أوراق بيقدمها مهمة في الزمن اللي جاي، أنا مش هتمد على شخصية، أنا هتمد على شخصية الرب الساكن فيي، اللي هيفتح الأبواب، اللي هيحرك ملائكته عشان يحطني في المكان الصح في الوقت الصح، فأنا مش معتمد على شخصية اللي بتطلع وتنزل وتتكعبش وتتكعور وتخاف، أنا مش معتمد على شخصية الرب الساكن فيي، هذا هو يقول للكنيسة، أنا أصلي أن تمتلئه في الإنسان الباطن في الروح القدس، في الروح القيامة، في الروح النار، أمين؟ أخرج، مشاركة نمرة ثلاثة، مشاركة نمرة ثلاثة، مشاركة نمرة ثلاثة هو نمط حياة، أنك تمشي في كل حياتك، تعالوا نفتح مع بعض يحنى، يحنى ستتاشر، أنا مش هطول، سأختم، يحنى ستتاشر، الرب يسوع قال كده، فنمرة واحد، نمرة واحد لتدعى العدو الشكاك في القيمة، نمرة اثنين، ادرك القيمة جاية من فين؟ من شخصية يسوع الساكن فيك، من طبيعة داخلية، اسمها شخصية الرب الساكن فيك، يحنى ستاشر، يسوع قال كده، لي أمور كثيرة أيضا لأقول لكم، يحنى ستاشر، اتناشر، لي أمور كثيرة أيضا لأقول لكم، ولكن لا تستطيعوا أن تحتملوا الآن، أما متى جاء ذاك روح الحق، يرشدكم إلى جميع الحق، لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به، ويخبركم بأمور أتي، ذاك يمجدني، يأخذ مما لي، ويخبركم، يسوع أعلن إعلان لذيذ، ولكن لا نأخذ بالنا منه، أننا بدون الروح القدس، لا ستعرف، ولا تتعامل مع السماء، ولا تعيش في الأرض، كم واحد يوافقني لو أنا قلت أنه رب مش بيحط لك العقدة في المنشار، أن رب مش بيعقدنا في طلباته، أنا وأختي بس المتفقين والبقين كلهم، رب ما يطلب منك طلبة دفعت منها هو بالكامل، فبيقول لك تتبع الروح القدس، امشي بحساسية مع الرب الروح القدس، ليس بيقول لك شيء ما تقدرش تعملها، هو إحنا ما خدناش عليها بس، لكن هي جاهزة لك، نمرة واحد في الصورة المتكاملة لرجال النهضة بتوع الزمن اللي جاي، نمرة واحد ما فيش تقليل الدعوة لعرحاتهم، نمرة اثنين الطبيعة بتاعتهم هي شخصية الرب الساكن فيهم، نمرة ثلاثة هم بيمشوا مع شخص الرب الروح القدس، قال كده أنا عندي كلمات مش هدروا دعوة بدمغكم، لما ينسك بالروح القدس ذاك يمجدني، يأخذ مما لي ويعطيكم، هتعرفوا الطريق، هتعرفوا السكة، الحركة مع الرب الروح القدس هي حركة التحدي فيها، تبقى حساس، أحشاءك حساسة، وهدية لهمساته، السبب الوحيد اللي إحنا لانوقات بالروح القدس إن فيه دوشة في دماغنا، أول ما بتهدي قلبك ببساطة خرافي، تسمع صوتي، عشان كده قصة مش في السلطانية، لأن السلطانية بتبقى مليانة دوشة، أول ما قلبك بيهدى في حضور الرب، خرافي تسمع صوتي، أنا بحب الشاهد في سفر الخروج، افتحوا معي خروج 23، ثلاث نقط صغيرين من أجل صورة متكملة لرجل النهضة، نمرة واحد، لا تدعى أي شيء يفقدك قيمة دعوتك، نمرة اثنين، طبيعتك هو شخصية الرب السكنة فيك، ليس أنت، نمرة ثلاثة، كن حساس، امشي مع الروح القدس، خروج 23، كلكم عارفين، أنا بقرأ الآيات دي قرناها كتير قبل كده، هي آيات عن الرب الروح القدس، خروج 23 بصورة نبوية في آية عشرين، أنا مرسل ملاكاً أمام وجهك، يحفظك في الطريق، يجيء بك إلى المكان الذي أعدته، حكينا مع بعض كذلك، هذا الملك كان إظهار لشخص اقنوم الرب الروح القدس، احترز منه، اسمع لصوته، لا تتمرد عليه، احترز منه، يعني كن حساس لي، امشي على تراطيف سابعة، كن حساس جداً لحضوره، تديره المساحة، في قطك تديره المساحة، في قلبك تديره المساحة، عندك قرار اهدأ قدام الرب، وخل رح القدس بتي أعرف يهمس ليك، لا يصفح عن زنوبكم، إذن هذا ليس يسوع، اسمي فيه، هو الرب، إن سماعت لصوته، فهو ولا الإبن، وفي الآب أرسله، إذن فضل روح القدس، إن سماعت لصوته، فعلت كل ما أتكلم به، أعادي أعدائك، أضايق مضايقيك، ملاكي يسير أمامك، يجيء بك إلى الأموريين، الحثيين، الفرزين، كل أنواع المواجهات، فأبيدهم، تعبدون الرب إلهكم، فيبارك خبزك، آية 25، وماءك، وأزيل المرض من بينكم، لا مسقطة ولا عقر في أرضك، وأكمل عدد أيامك، ببساطة، الصورة في العهد الأديم، أنا سأرسل لك هذا الحضور الإلهي، اسمع صوته، كن حساس لي، لا تتمرد عليه، هذا الحضور سيدخلك كل الأراضي لنا وعدتك بها، ممكن تترجم من أنا بقوله، أنا في بعض الأحيان بترجم من أنا بقوله، فما بقولوش، وبعكا باكتشف أنه بعد ما خدش بالو، روح القدس موجود فيك، مش براك، عشان لو مشيت معاه، يدخلك كل الوعود اللي رب قالها لحياتك، في نص قاع لها نفس، واللي في البيت اللي هم نفس، بس النص الباقي مالوش نفس، الروح القدس موجود جواك، عشان لو مشيت معاه، لو سمعت صوته، يدخلك كل الأراضي اللي وعدك رب بيها، بالمناسبة، لو أنت قارنت ما بين آيات خروق 23 وآيات يوحان 16، هي هي، اسمع لصوته، لا تتمرد عليه، هو اللي حيعلمك، هو اللي حيأخذ كل الوعود ويدهالك، يأخذ مما لي ويعطيكم، ذاك يمجدني، روح قص عمال بيمجد يسوع، إيه اللي بيخلي، بيطلع أبطال الرب في الأزمنة الأخيرة، مفيش تقليل للإيمة، قيمتهم جاية من الطبيعة، شخصية رب سكنة فيهم، ونمرة ثلاثة ماشيين مع الرب روح القدس، فهم الأغلى، أحد رجال النهضة كانت سيدة الحقيقة، صبقة يعني، قالت كده، قالت أقرب صديق لي هو شخص الروح القدس، ولا أسمح لأي حد يأخذ مكانه في حياتي، الجملة منظرها سهل، بس هي صعبة، إيه الصعوبة؟ إن روح القدس أنت مش شايفه، صاحبك أنت شايفه، فأنت بتختار تدي أولوية للي أنت مش شايفه، وتمشي معاه عن اللي أنت شايفه، لمسه، وحسه كل يوم حواليك، بس هذا الاختيار أنك تختار الروح اللي ماشي معاك أكثر من العيان المحيط بك هو مفتاح الزمن اللي جاي. آخر نقطة عشان الوقت، احتياطي برضو عشان نمرة واحد لا شكاية على قيمة دعوتك، نمرة اثنين طبيعتك الداخلية شخصية الرب، نمرة ثلاثة إنك بتتحرك مع شخص الرب الروح القدس، نمرة اربعة إدراك التكليف الإلهي على حياتك، خلي بالك أنا بحكي عن صورة جمعهم بقى مع بعض وحكي لهم بيتشبكوا كده، وبيعملوا حاجة ما تخرش المياه، لا شكاية، مش معتمد على طبيعتي دي شخصية الرب السكنفية، حمشي حساس للروح القدس، نمرة اربعة، بس مدرك التكليف الإلهي، انظروا، التكليف الإلهي لكل واحد واحد هنا، فمش حكي عن تكليف إلهي خاص، أختي فيه تكليف إلهي على حياتها خاص، أخويا تكليف إلهي تاني، نحكي التكليف الإلهي العام لكل ابن وابنة، اتفقنا؟ فده تكليف عام، نمرة واحد، ربي دور على مكان سكنة لي في الأرض، فالتكليف الإلهي لكل واحد واحد هنا، ان يكون بيت للرب، سكنة للرب، انتو مش هنا قوي، انت مدعو انك تفسح الرب ما عندوش بيت في الأرض إلا أنت، يسوع لما كان في الجسد ملقاش، العضرة مريم ملقاش مكان تولد في يسوع إلى المزود، يسوع النهاردة ما عندوش مكان يبات في الليلادي إلا قلبك، إنه تكليف، لا يحتاج أن تدرك إنه تكليف، ده دعوة، دي خدمة، ده تكليف إلهي، يسوع النهاردة بالليل، ما عندوش مكان يبات فيه، كانوا دخل قاعة، قال أنا جيت من فوق، ما عندوش مكان أبات فيه في مصر، عندوكم مكان أبات فيه؟ ما عندوش مكان إلا قلبك، لكن هو أريد قلبك، وقلبك، 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 لأنه كبير شوية، فهذا تكليف إلهي على حياة كل حد هنا، هو قال كده، أين المكان الذي تبنونا لي؟ عارفين آية دي؟ في أشياء 66، لكن لا نظر على مزمور، مزمور 123، أنتم هنا؟ ليس كلكم، لكن ماشي، مزمور 132 أنا أسف، داود يقول إيه؟ قم يا ربي إلى راحتك، أنت وتبوت عزك، داود في مزمور 23، يدور على مكان يريح في الحضور الإلهي، تبوت العهد، داود أريد أن يضعه في مكان راحة، قال لم أعطي نوماً العينية يا فاكرين، وسأناً العينية، ولا نوماً لأكفاني، لغاية عندما أجد مكان يرتاح فيه الحضور الإلهي، هذا تكليف إلهي، ربنا أريد أن يرتاح في الهيكل بتاعك، داود قال أنا مش حريح نفسي، لما الحضور الإلهي دا يرتاح، خلي بالك، تبوت العهد، لما داود أخده، ما حطوش في خيمة موسى، اللي كانت في جابعون، حطوه في خيمة داود جنب البيت، المقاصد الإلهي أيه؟ هو هنا، لما حضرتك وحرك بتحب الحضور الإلهي أن يسكن فيك، تبقى داود، لما تدرك أن السكنة هو حضور إلهي ناري جوى الهيكل بتاعك، وهذا تكليف، حسنا، قم يا ربي إلى راحتك أنت وتبوت عزك، آية 13، صورة روحية، ليس سياسة، صورة روحية عن الحضور الإلهي، الرب اختار سهيون، اشتهاها مسكناً له، هذه راحتي إلى الأبد، هنا أسكن لأني اشتهيتها، أنا أحب القلب، وأنا أدور على مكان سكنة، القصة كلها، هذا تكليف، نتعامل معك، لذلك لا أحب الجملة التي قلت لك في الأول، سلم حياتك، سلم قلبك للرب، هي جملة مضبوطة، بس هي قيمتها أعلى من أنك تصلي صلوة سطحية، قصة الرب عايز يجد مكان سكنة، مكان راحة، وده تكليف، كينو بيعدي عليك، عندك مكان ارتاح فيه؟ لو أدركنا ده تكليف، هنتعامل معه بقيمة مختلفة خالص، وحينقلنا من، أنا ماشي قربين بحضر اجتماعات، لأنا مكان سكنة إلهي، أخبار الآخر، سبعة، فالتكليف الإلهي على حياة كل حد هنا، نمرة واحد، مكان سكنة، نمرة اثنين، وده آخر حاجة أقولها، أخبار الآخر، سبعة، أخبار الآخر، سبعة، أخبار الآخر، أخبار الآخر، محفوظة، نمرة واحد، لا تقليل الإيمة، نمرة اثنين، طبيعتك جاية من شخصية الرب، نمرة ثلاثة، امشي مع روح القدس، نمرة اربعة، أعرف أن في تكليف إلهي، تكليف الإلهي ده، نمرة واحدة، أنه يرتاح فيك، لكن نمرة اثنين، في التكليف الإلهي، نمرة أخبار الآخر، سبعة، آية مشهورة، ولكن، سأخذها في حتة، يمكن أن أنت، ليس معتاد أنها تخرج من هذه الآية، إذا تواضع شعبي، هل تعرفون الآية؟ الذين دعي إسمي عليهم، صلوا، طلبوا وجهي، رجعوا عن طرقهم الرضية، فإني أسمع من السماء، أخفر خطياتهم، ما آخر آية؟ أبرئ أرضها، التكليف الإلهي، للي اسمهم، الذين دعي إسمي عليهم، أن يبرئوا أرضهم، من خلال توضعهم، صلواتهم، سجدهم، النتيجة نهائية، أبرئ أرضهم، دعني أقول جملة مرة أخرى، التكليف الإلهي، على اللي اسمهم، دعي إسمي عليهم، التكليف الإلهي على حياتهم، أنه يبرئ أرضهم، هم الجماعة، اللي في وسطيهم، السماء ممكن تلمس الأرض، هم حكم السماء على الأرض، ليس تعملت كلمة حكم؟ لنذهب للعهد الجديد، وأختم، متى 18، متى 18، وحقرة في متى 18، من وراء لأدام، يعني، حرالات، ليس ترتبها تصعودياً، لكن تنازلياً، متى 18، أي عشرين، من 20 إلى 19، ومن 19 إلى 18، في حقرة من وراء لأدام، حيث وما اجتمع اثنين أو ثلاثة، في اسمي، هناك أكون في وسطهم، أطلع أحزاء أطلع ؟ ماذا تそれではبقائ sweet of them, What are those? الذين دعهم؟ الناعل ih deals there. نحتمع أثنين أو ثلاثة دعي اسمي عليهم. إذا كنت تواضع شعب الذين من دعي اسمي عليهم. أما Android. إذا أجتمع أثنين أو ثلاثة في اسمي، هناك أكون في وسطهم، 19 إِن أتفق اثنين مينكم على الأرض، temper tense and earth بتطويق مقارنة في قياتة توبيل هذه I adore them لن العظ إني أتفق أثنين منكم على الأرض، إذا اتفقوا على الأرض في أي شيء يطلبانه، فإنه يكون لهم من قبل أبي الذين يطلبانه، هم فين؟ وهو فين؟ لكن هؤلاء الذين دعي اسمي عليهم. إذا اتفقوا في أي شيء يطلبانه، إذا اتفقوا في أي شيء يطلبانه، إذا اتفقوا في أي شيء يطلبانه، السماء تقوم جاء على الأرض. إذا اتفقوا أثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه، يكون لهم من قبل أبي الذين في السماء، دولة الاثنين أو ثلاثة الذين دعي اسمي عليهم، آية 18. حق أقول لكم ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً في السماء، ما تحلونه على الأرض يكون محلولاً في السماء، آية دي في اليوناني شكلها تركبتها مش متركبة قوي كده زي العربي، في اليوناني تحمل معنى اللي بتروه في السماء، الأمور اللي بتروها متحركة بحرية في السماء، دوركم تحركوها بحرية في الأرض، والأمور اللي مش وجدة حرية حركة لها في السماء، تربطوها في الأرض، سأقولها مرتين، لو اجتمع تنين أو ثلاثة دعية اسمي عليهم على الأرض، دورهم أنهم ما يجيبوا ما في السماء على الأرض، فا، لأن دورهم دعية اسمي عليهم، أي حاجة متحركة في السماء بحرية، محتاجين يحلوها في الأرض، يطلقوها في الأرض، أي حاجة ملهاش حرية حركة في السماء، يربطوها في الأرض، كم الحرية اللي موجودة في السماء، يطلقوها في الأرض، كم القيود اللي ملهاش مكان في السماء، يربطوها في الأرض، حركة الروح القدس اللي مليانة نور وبهاء ومجد في السماء، يطلقوها في الأرض، حركة إبليس اللي ملهاش صوت في السماء، يربطوها في الأرض، لأن الذين دعية اسمي عليهم دولة مدعوين أن يجيبوا حكم السماء على الأرض، لأن دولة اثنين أو ثلاثة دعية اسمي عليهم، إذا تواضع شعبي الذين دعية اسمي عليهم وسجدوا ورجعوا عن طرقهم، فأني أسمع، أستجيب، أغفر، وأبرئ أرضهم، فكل حاجة مش موجودة في السماء، خطيئة، سواد، إنهاك، مرض، أحزان، أحمال، بنأتي قدام الرب، القصة كلها، إحنا مدعوين من أجل حكم السماء على الأرض، رجال النهضة بيعملوا إيه؟ ولا حاجة، بيطلقوا اللي متحرك بحرية في السماء على الأرض، وبيربطوا اللي مالوش حس في السماء، إنه مبقاش ليه حس في الأرض، ببساطة، أربع نقط صغيرين عشان ما تقولش عليكم أكتر من كده، لا تسمح بتقليل دعوتك لأي سبب، تقولي أن الوقت اللي فاتت ضغط جدا، أقول لك حلو قوي، كل العالم ضغط، اعرف إن اللي جواك، الطبيعة لإلاق شخصية الرب، فده كنز في قواني خذفية، تقولي بس الخذف بتاعة تكسر، أقول لك بس، إمتك مش في الخذف، إمتك في الكنز، بس أنا شخصية تطلع منها حاجات صعبة قوي الوقت اللي فات، أقول لك حلو قوي، اختسل، اتغير عن اللي خرج من شخصيتك، واعتمد، أقول أنا أعيش فيه ما بعد، عن شخصية الرب اللي عايش فيه، الحي فيه، لا تسمح بتقليل الدعوة، اعتمد على شخصية الرب، تتبع بعلاقة شخصية مع الروحك، اسمع لصوته، حيدخلك لكل وعد، ونمر أربع أعرف إن فيه تكليف، تكليف إنه عايز يرتاح، والتكليف نمر أتنين، هو حكم السماء على الأرض، فيه إيه في السماء؟ اطلقه على بيتك، فيه إيه في السماء؟ اطلقه على أرضك، اطلقه على دماغك، اطلقه على عينيك، اطلقه على خدمتك، فيه إيه مربوط في السماء؟ اربطه على ما تحلوني يكون محلول، يكون أصلاً محلول في السماء، وما تربطوني يكون أصلاً مربوط في السماء، للي حاصل في السماء، انتم مدعوين تجبوه على الأرض، يكون لكم من قبل أبي الذي في السماء، أنا آسف أن مشاركة النهاردة كانت شوية تعليم، بس دعني أذكرك بالصورة، في صورة متكملة على بعضها، كان ممكن نعمل مشاركة عن لا شكاية، كان نعمل مشاركة عن الدهوة، نعمل مشاركة عن القيمة، نعمل مشاركة عن تبعية الروح القدس، محبتش جزائهم، محبتش نحطهم مع بعض جواك، فكمل أنت مع الرب كل نقطة جواك، فين ضرب القيمة في حياتك، فين الحتة اللي محتاجة تعمل إيه، عشان تسمع صوت الروح القدس دايماً في حياتك، خد الأربع نقطة دولة وقعد بيهم قدام الرب النهاردة بالليل، ولا بكرة، ولا في الويك اند اللي جاي ده الجمعة والسبت، بص عليهم مرة تاني، لأني أؤمن بيكملوا البوزل، عشان الدنيا ما تخرش من الكنيسة في الزمن الجاي، الكنيسة مدعوة أنها تحمل نهضة للعالم، وإلا فقدت قيمتها في الزمن الجاي، التكليف الإلهي أنه يرتاح فينا، ونعلن حكم السماء على الأرض، أمين؟ تعال نغمضيني ونصلي مع بعض.